اشتركوا في القناة والصناعات الحربية وحقيقة اطلعنا على جهد واضح حتى البعض اتفاجأ بالامكانية امكانية الشركات الكفاءات الملاكات الفنية اللي هم اساس الصناعة العسكرية فضلا عن شركات القطاع الخاص اللي هي ايضا الشركات اللي رافقت التصنيع العسكرية منذ بدء تشكيله فاكو امكانية اكو اموال عد القطاع الخاص قدروا من خلالها يستوردون خطوط انتاجية باحدث التكنولوجيا فهذه الامكانية يفترض انقابلها احنا كحكومة اللي قاعد ناكد على اهمية دعم الصناعة الوطنية بشكل عام المدنية او الحربية بالتشجيع مو فقط بالكلمات وانما بكل اجراءاتنا القضايا اللي تتعلق بتأمين متطلبات اجهزتنا الامنية الوزارات الامنية الاجهزة الامنية الكل مطالب بان يعتمد على ما موجود لدى هذه الهيئة خصوصا وانه هذه المستلزمات من اعتدال من اسلحة هي وفق المعايير وفق الاعتمادية بسعر مناسب وهي منتج وطني يعني هي السيادة اللي نتحدث عنها كيف تتحقق تتحقق بانه نكون على الاقل الاعتداء اللي تحتاجها الاجهزة الامنية موجودة بانتاج عراقي وهذه الصناعة بمجرد تشجيحها ممكن تتطور على مستوى متطلبات الاجهزة الامنية يتطور ايضا الى صناعة مدنية لانه جزء من المصانع تخدم وزارات مدنية مثل المصنع تأهيل المحولات اليوم عدنا بحدود الستين الف محولة عاطلة ممكن نحولها الى هذا المصنع اهلها وهو ينتظر ينتظر التجاوب من الوزارة عده هو خط انتاج مئتين وخمسين محولة ممكن يأهلها بالشهر لكنه قادر يجيب خط اضافي ثاني وثالث حتى ينطين اكبر عدد ممكن واحنا بيأمس الحاجة الى المحولات في هذا الفصل اذا اتجاوبنا وياب هذا الجانب راح يتطور يروح يجيب لخط انتاجي تصنيع للمحولات وهكذا ندخل على باقي المتطلبات يعني احنا لننظر الى فقط هذا المنتج لا هذا المنتج بداية لمنتجات اخرى وصناعات متعددة نفس اليوم كان عدي موعد مع اصحاب المطاحن هذا الموضوع اللي تحدثنا عنه اكثر من مرة وفي اكثر من حكومة وانا اللي بديت في وقتها في سنة الالفين وخمسطعش كنت وزير للتجارة بالوكالة فسألت على ملف المطاحن وجدنا انه عندنا عدد كبير من المطاحن يعمل ثمانية ايام بقط حتى يهيئ مادة الطحين لمفردات البطاقة التموينية واثنين وعشرين يوم متوقف فسألت قلت لهم الطحين الصفر منين نجيبه قالوا تسعين بالمئة استيراد وبقتها من طون رقب قالوا حدول سبعمية وخمسين مليون دولار نستورد طحين صفر فسألتهم عدكم قدرة تشتغلون تنتجوننا طحين صفر قالوا قاعدين هنا وعدنا امكانية نجيب مطاحن بوهلة اصلا نجيبه بس دون المجال كانت العقدة شلون يستوردون الحنطة هذه اللي اخذت يمكن حكومتين الان تحركت قبل فترة وصار رقالية جابوا الحنطة حلت نوعا ما مشكلة الانطة المنتج اللي موجود خاضع لفحص وزارة الصحة وهي النقطة الاساسية اللي نضمن بها سلامة ابناء شعبنا طيب لو نبدي فقط بالوزارات الدولة عدنا في وزارة التجارة نبطي للفقراء المتعففين هاي مفردات البطاقة تم نبطيهم طحين صفر فلو ناخذ الانتاج الوطني واحد الدفاع الداخلية وزارة العمل وزارة العدل هذا هم يغطي احتياط المنتج الوطني هذا راح يشجع راح يطور من انتاجه منتج وطني بشهادة وفحص من وزارة الصحة وزارة التخطيط اعتقد هم تدخل طبعا مزارة التخطيط جهاز التقيس يدخل حتى على التصنيع الحربي ويضطي اعتمادية ويضطي اجازة الاخوات الاخوة احنا بنتكلم عن واقعنا الاقتصادي وصعوبة الوضع الاقتصادي والموازنة وضرورة تفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفط هذا يراد لعمل يراد لجهد يراد لقرار ما نبقى احنا ننتظر موظفين يجتهد من يمه في لجنة او بعض ضعاف النفوس يستفاد من هذه العقود ومن هذه العمولات والكوميشينات قطاع الخاص اللي عندنا وحتى القطاع الحكومة ممكن ينهر موياي شركات التصنيع اللي كانت تعير انه ما عدتها امكانية ولا عدتها قدرة والله اكو فنيين حتى المواكبين شكوا تطور التكنولوجيا يحصل في شتى انواع الاسلحة هذا يراد عمل من عندنا حتى نشجح هذه الناس اشتركوا في القناة